يا مشاهد الخير وياهلا وسهلا بكم حلقة جديدة السادسة تحياتي لكل الأهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة والكلام على الخطوة الأولى اللي تحدد فيها طرف المواجهة مش في المباراة الأودية لكن بكلم على المباراة الرسمية في الوقت اللي بنظهر فيه و بنكلم فيه حضراتكم دلوقتي اللج التانية أو مباراة العودة في دور التمهيد الدولي الأبطال بتحصل على ملعب اتحاد المنستيلي التونسي اللي متخدم في اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها بنتيجة تلاتة أصف وده بصعب بشكل كبير جداً أعتقد المباراة متبقلها يمكن تلت ساعة هيكون صعبة قوي على الجيش الرواندي أن يرجع في النتيجة لكن طبعاً ما فيش مستحيل أنا عارف طبعاً في ناس سؤالك السنة غيرت لما الحكم يعلن نهاية المباراة لكن الأقرب يكون اتحاد المنستيلي وده اللي توقعناه من البداية لكن آن كان المنافس والحقيقة يمكن مستر كولر طلب من الجهاز المعاون لي أنه يجاهز كل البيانات ويتابع الفرقتين بحيث أنه يبقى جاهز لأي مواجهة فيهم وبإذن الله إن شاء الله تبقى انطلاقة موفقة لمستر مارسل كولر في بداية مشواره مع النادي الأهلي في بداية شهر أكتوبر الكلام على أنه النهاردة بداية معسكر مغلق هيدخل فيه لعيبة النادي الأهلي أو فريق النادي الأهلي الحقيقة يمكن أكتر حاجة بجلنا أو يعني لفت نظرنا في مستر مارسل كولر وطريقة إدارته للفريق هي أنه رجل معني جداً 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 بكل تفاصيل الرجل بيشتغل على تفاصيل صغيرة جداً حالة الانضباط في أعلى مستواتها حالة التركيز في أعلى مستواتها الحالة المعنوية عموماً عند الفريق وأحساسهم بمسؤولية المنافسة في الموسم الجديد برضو كمان في أعلى مستواتها فبالتالي إن شاء الله بإذن الله إحنا دخلين على معسكر مغلق هيبدأ من النهاردة تمرينين صباحاً ومساءً وبعد كده العيبة بتتوجه لفندق الإقامة اللي قريب جداً من مقر النادي الأهلي في الجزيرة النهاردة وإحنا بنبتدي الموسم فتحين الكلام لجمهور النادي الأهلي على صفحاتنا في السوشيال ميديا وحبين نسمع منكم الرسالة اللي تحب توجهوها للفريق ككل أو اللاعبين النادي الأهلي ونجومه وإحنا على بعد أيام قليلة جداً من انطلاقة الموسم الجديد أنا عارف إنه الجماهية كانت بتستنى إنها تبقى موجودة في مدرجات الملاعب اللي الأهلي بيلعى فيها مطشاته عشان تبعت برسائلها لأي حد للاعب لجهاز فني لإقدارة للتحاد كورة للحكام لكن ده ما بقاش متاح قوي دلوقتي بس وإحنا على عتاب بداية موسم جديد الرسالة اللي تحب توجهها خصوصاً لفريقنا والإنجومنا قبل ما نبدأ الموسم تعالوا مع حضرتكم نستعرض أهم الأخبار والعنوين في حلقاته النهاردة وبعد كده ندخل في التفاصيل البداية مع ميران بدني وتقسيمة قوية بين اللاعبين في ميران الأهلي الصباحي اليوم تدريب منفرد لثلاثي حراسة المرمى شريف وأفشا يواصلان البرنامج التأهيلي وإجازة يوم واحد لعبي المنتخب الوطني واستئناف المعسكر الاثنين كاريجر مدافعاً عن تراجع مستوى محمد صلاح ومعظم نجوم ليفر بول هم بشر الحفلة بدأت يعني من النهاردة وطبعاً يعني أنا متفهم طبعاً أنه الأهلي دايماً محطة أنظار محطة أنظار الجماهير حتى المنافسة يعني مش بس جماهيره العريضة والكبيرة جداً لكن محطة أنظار حتى الجماهير المنافسة وما تهياليش أنه في نادي في مصر ولا في أفريقيا بيحظى بهذا الكم الكبير من المتابعة على كل المستويات سواء كان متابعة إيجابية موضوعية منطقية سميها زي بسميها أو كان هجوم حتى لو في بعض الوقات هجوم يعني غير مبر لكن ده قدر النادي الأهلي واحد من أهم الأندية واحد من أكبر الأندية واحد من أكثر الأندية تحقيقاً للإنجازات مش في الكرة بس في كل الألعاب واحد من أكثر الأندية شعبية على كل المستويات مش بس على مستوى أفريقيا ولا الوطن العربي لكن نتكلم على واحد من أكبر الأندية شعبية على مستوى العالم يعني لما يبقى فيه نادي يشجعه أو عدد مشجعينه على سطح الكوكب يتجاوز يتجاوز مبدئين كده 100 مليون طبيعي جدا أنه يبقى جاذب للأخبار وجاذب حتى القنوات اللي يمكن تبقى معنية بأنديها منافسة لك ممكن تبقى بتتكلم على النادي الأهلي أكتر ما بتتكلم على ناديها ممكن تبقى مركزة مع النادي الأهلي أكتر ما هي مركزة مع ناديها ممكن تبقى بتفبرك أخبار وموضوعات عن النادي الأهلي أكتر ما هي معنية بمشاكل ناديها التي لا حصرة لها فبالتالي لازم تبقى متفاهم ده ومتقبله والأهم أنه منهج الأهلي ده اللي بيعجبني الحقيقة وده حتى واحد من المبادئ اللي احنا هقول أجبرنا عليها هنا في قناة النادي الأهلي أو أجبرنا عن إحنا نتعامل بها أنه إحنا ملناش دعوة بأي حد إحنا لينا دعوة بنفسنا لينا دعوة بطريقنا لينا دعوة بكرستنا ما بنبصش على حد تاني ومش معنيين بحد تاني ومركزين بس في مرفات اللي تخص النادي الأهلي النهاردة زي ما قلت لكم هقالوا ناخد جولة سريعة في أخبار النهاردة من النهاردة هيكون فيه معسكر مغلق هيستمر على مدار الأيام اللي جاية والصورة طبعا اليوم الأربع اللي هيزر فيه مارسال كولر والفريق اللي أول مرة فيه أول مباراة والدين المعسكر المغلق مهم في التوقيت ده فكرة اليوم الكامل وأعتقد أنها فكرة لقت قبول كبير جدا عند معظم الجمهية كل الجمهية بتتكلم على أنه شيء إيجابي جدا فكرة مارسال كولر في أنه يعمل نظام اليوم الكامل تبارين الصبح إقامة غدا محاضرات الراجل بيتكلم مع اللعيبة كلها بشكل فردي يمكن المعسكر للأسف طبعا عشان الأجندة الدولية الأهلي فيه غياب لعدد كبير من اللاعبين الدوليين سواء المصريين اللي انضموا المنتخب مصر الأول أو اللاعبين اللي انضموا المنتخب الأولمبي المصري الأولمبي أو اللاعبين الدوليين اللي سفروا عشان ينضموا لمنتخباتهم زي علي معلول وزي آليو ديانج فطبعا يعني الفترة ناقصها يعني استعداد الأهل وبصمات مارسال كولر مش هتبقى كامل قوي في المعسكر لكن في النهاية عندنا ثلاث مبارات ودية مهم جدا نستغل لهم أفضل استغلال الراجل بيشتغل بنفسه النهاردة التمرينة كانت اللاعبة يعني تقسمت لمجموعتين مجموعة قد المرام بتاعها مارسال كولر بنفسه كان فيها تدريبات بدنية وجمل تيكتيكية وفنية ومجموعة تانية اشتغلت بدني بس تحت إشراف أندرياس أندويا اللي هو مدرب الأحمال والراجل بيقف وبيتكلم ومركز قوي مع اللعبة بشكل فردي يعني واضح أنه الكلمة اللي أنا قلتها لحضراتكم لما قرينا أو تم الإعلان عن أنه مارسال كولر هو اللي هتولى أو تم الإعلان أنه هو اللي هتولى مسؤولية المدير الفني في النادي الأهلي أنه الراجل ده عنده قدرة كبيرة جدا على تطوير اللاعبين على مستوى الفردي يعني في مديرين فنين أنا يمكن كنت بتكلم من برح في السادسة مع حضراتكم في مديرين فنيين ودي مدرسة بتيجي تشتغل على التيمورك أو على المنظومة الجماعية للفريق وتختار العناصر الموجودة اللي تقدر تنفس أو تخدم طريقة اللعبة أو فكر المدير الفني ده ودي طريقة أو مدرسة نكحة يعني ممكن تنجح بشكل كبير جدا ودربت المثال على ده بمستر موسيماني لكن في مدربين تانيين بيشتغلوا على فكرة طبعا التيمورك لأنه في النهاية بتكلم مع رياضة جماعية وبيشتهل كمان على الناحية الفردية بيشوف إزاي ممكن يطور من مستويات العابين وأعتقد أنه الجهاز الفني حسنا فعل أنه بدأ الموسم باقي القياسات الطبية والبدنية اللي عملها الفريق النادي الأهلي عشان يقدر يحدد إزاي يتعامل قلنا لقلنا وكل الخبراء ده مش كلامنا إحنا مش متخصصين في الجزئة دي لكن حتى لما استضافت الدكتور محمد يحيى قبل ما يبدأ الأهلي يرجع لاستعداد للموسم الجديد واتكلمت معاه الطب الرياضي وقد إيه الطب الرياضي تطور في السنوات الأخيرة واتكلمني عن حاجات كنت أول مرة أسمحها بتطبق بره أنه إزاي تم الإعداد وعمل قياسات لكل لعب على حدة لأنه طبيعي جدا أن الأحمال هتختلف من اللعب التاني والخياسات البدنية هتختلف من اللعب للتاني عشان تطور مستوى كل واحد عشان تقلل من احتماليات نسب الإصابة محتاج تعمل أو يبقى عندك الداتة دي والتفاصيل دي وده اللي اشتغل عليه مارسيل كولر في بداية التوليين المسؤولية حراس المرمة اشتغلوا النهاردة مع ميشيل يانكون اللي بيعود مرة تانية وأعتقد أنه بقى واحد من مصادر الثقة والأمان بالنسبة لجمهور نادي الأهلي مشال يانكون الحقيقة كان ليه بصمة كبيرة جدا على حراسة مرمة النادي الأهلي اشتغل طبعا مع علي لطفي ومع مصطفى شوبير ومع مصطفى مخلوف في تمرينة النهاردة بشكل يعني منفرد واشتغل أكتر على مجموعة من التدريبات البدنية والتدريبات الفنية استعدادا للمسم الجديد أطمنكم كمان على الإصابات يمكن أفشا وبما أنه أفشا وشريف ظهرين في الكدر قريبين جدا وبيستمروا في البرنامج التأهلي النهاردة كانوا موجودين في الجيم وقريبين جدا من أنه هم يشاركوا طبعا أفشا كان عمل عملية فات في أحد المستشفيات يعني قبل نهاية المسم اللي فات وشريف كان عنده إصابة في العضلة الضمة لكن قريبين جدا من هم النهاردة يعني دخلوا في تمرين منفرد أو مجموعة من التدريبات التأهلية بشكل مفرد في الجيم وده برنامج محطوط ليهم بعد ما خدوا راحة استثنائية من الميران إمبالح وإن شاء الله يبقوا جاهزين مع بداية المسم للمشاركة مع الأهلي كهرباء محطوط له برنامج مخصوص يمكن كهرباء من اللعيبة وطبعا ده طبيعي جدا يعني هو الحقيقة يمكن بقى له أربع أو خمس شهور تقريبا بلا ما السكورة فبالتالي حتى لما تعملت القياسات وكان يمكن هو أقل لعب في اللعبي نادي الأهلي اللي عمل القياسات البدانية نتيجة طبعا أنه بقيت تماما عن التدريب بقى له فترة طويلة جدا فراجل مهتم جدا بالكهرباء وعارف واضح كده أنه عارف إمكاناته كواس جدا وعايز يجاهزه أنه يبقى يعني واحد من الأوراق المهمة جدا للنادي الأهلي واحد وكهرباء طبعا العيب كبير وإمكاناته عالية جدا نتمنى أنه يستعيد لياقته يستعيد تركيزه قدرته على التركيز وحاسس كده أنه كهرباء السنة دي في بداية إن شاء الله تكون مختلف نروح لمعسكر المنتخب والمنتخب داخل على مباراتين والدياتين هيقدم فيهم روي فيتوريا أو رائع اعتماده للجمهور المصري يعني لأول مرة هيظهر المنتخب المصري حتى لو مباراتين والدياتين مش طقال قوي ليبيريا والنيجر ما هم مش يعني منتخبات كلاس اي أو يعني منتخبات درجة أولى بالنسبة لكن عظيم بداية تدريجية كده في فترة التوقف عشان أجندة دولية طبعا أختار عمل المعسكر على مرحلتين المعسكر أول كان فيه قائمة مبدئية وهيبتدي بداية من بكرة يبدأ فترة المعسكر أو الجزء الثاني من معسكر المنتخب اللي هينضم فيه أو هيبدأ فيه انضمام اللعبين المحترفين في الخارج بداية طبعا من بكرة وافترض أن بكرة هينضم لعيبة مصر الموجودين في التحاد جدة أحمد حجازي وطرق حامد وينضم معهم كمان كوكا يجي من تركيا وبعد كده تتوالى عملية وصول اللاعبين المحترفين الموجودين في الخارج والنهاردة طبعا بعد من برح فيوتشر اللاعب وربنا كرابهم وتأهلوا لدول 32 في الكونفيدرالية النهاردة الزمالك أعتقد بيلعب دلوقتي مباراة يعني مفروض يعني أنها تبقى سهلة بتتلعب في الكاميرون مع فريق تشادي أعتقد اسمه فريق إلكت إلكت التشادي فبعد انتهاء المباراة بتاعت النهاردة هيتم الإعلان النهاردة بالليل عن القائمة النهائية اللي هيختارها روي فيتوريا لتمثيل منتخب مصر واللي بتهاية لها تشهد استبعاد عدد كبير جدا من الأسماء اللي تم اختيارها في المعسكر الأول قوام المنتخب مش متوقع قوي أنه يختلف بشكل كبير جدا عن السكواد اللي كان موجود مع إيهاب جلال أو حتى اللي كان موجود مع كالوس كيروش ممكن يبقى اختلافات في حدود اسمين أو ثلاثة حد الظهر قوي أو تقلق قوي ممكن ترهن عليه في الفترة اللي جاي لكن في النهاية الرجل اللي تابع زار أندية أتكلم مع مدنين فنيين اختار بعينه ونتمنى إن شاء الله أنه يكون في نقلة نوعية بقى للمنتخب نقلة طال انتظارها نقلة طال انتظارها روي فيتوريا من الأسماء اللي محترمة أعتقد هو فاهم كويس قوي إيه القصة المطلوبة في منتخب مصر ما عندوش تحديات من العادة تيين غير أمم أفريقيا تأقول ليها ما أعتقدش أنه هيكون مشكلة أو معضلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني اللي في أسوأ حلقته يعني يعني طبيعي أنه يتأهل لبطولة أفريقيا الطبيعي أكتر أنه يكون بينفس عليها وده اللي إحنا عايزينه الأهم من المنتخب يظهر أنه فيه بوادر للسعادة الشخصية مرة تانية شخصية منتخب مصر اللي إحنا عارفينها أو اللي إحنا تعودين عليها طول عمرنا متعودين أن إحنا منتخب كبير وطول عمرنا يعني ده مش معنى أنك أنت منتخب كبير أنك أنت تفوز بكل الألقاب أو البطولات اللي إنت بتاخدها لكن دائماً بتظهر كمنتخب كبير حتى وإنت في أضعف حالتك اللي كانت مثلاً مثلاً يعني لما نفتكر في 98 كنا رايحين وإحنا يعني لا نقع ولا جمل زي ما بيقولوا لكن ظهر منتخب مصر بشخصيته وكان بداية الجيل عظيم الحقيقة من اللاعبين اللي حققوا إنجاز كبير جداً فبالتالي الجمهور المنتخب الوطني دائماً مستني شخصية المنتخب بصرف النظر عنه هنجح في التتويج ولا لا بالمناسبة المطشين أو المباراتين الوديتين لمنتخب مصر قدام النيجر وليبيريا تم اتفاق على تعيين تقم تحكيم تونسي هيدير المطشين بتوع منتخب مصر الحكم صادق السالمي هيحكم مبارات مصر والنيجر وهيعاونوا فيها حسن خليل وإسماعيل أيمن والحكم الرابع هيكون يوسف إسرائيلي أما مبارات مصر وليبيريا هيديرها يوسف إسرائيلي ويعاونوا فيها حسن خليل وإسماعيل أيمن والحكم الرابع فيها هيكون صادق السالمي وإن شاء الله بإذن الله المطشين هيتلعبوا على استاد سكندرية في الساعة السادسة مساء وتقرر السماح لحوالي خمس سلاف يعني متابع أو متفرج يدخلوا ويحضروا المباراة من داخل الملح نيجي لقصة الليفر حقيقة وانتقادات كبيرة جدا حقيقة بتوجه ليورجين كلوب مش بس صلاح صلاح طبعا بما أنه نجم الفريق وخصوصا بعد رحيل ساديو مانين ما أعتقدش النهاردة بقى فيه نجمة بحجمة أو بتقل صلاح جواه فريق ليفر بول فيه لعيبة كتير مهمة في في فاندايك في هندرسن في فرمينيو في نونيز طبعا الصفقة الكبيرة جدا اللي كان معقدة عليها أمال كبيرة جدا السادي جوتا ودياز كلهم لعبة كبيرة جدا طبعا ما حدش قال لكن يبقى صلاح في حتة تانية وبالتالي لما بتتراجع نتاج النادي ليفر بول بيبقى اللوم أكبر شوية على محمد صلاح المسؤولية أكبر شوية على محمد صلاح لكن جامي كارجر طبعا واحد من نجوم ليفر بول التاريخيين اتكلم في النقطة دي تحديدا وقال مش بس على صلاح يعني هو مخصش صلاح بس بالكلام ده لكن اتكلم على تراجع مستوى عدد كبير جدا من النجوم اللي أثر بشكل ما على مستوى ليفر بول وقال في النهاية هم بشر عندهم قدراتهم وعندهم واتكلم لما تكلم على صلاح قال غالبا صلاح مجهد نتيجة الجهد الكبير جدا اللي قام بي على مدار السنوات الأخيرة ده ممكن يديله العذر انه مسجلش غير هدفين بس في بداية البطولة المقارنة طبعا اللي بتحصل مع واحد حائز او حاصل على لقب حدف الدوري الانجليزي لأربع مواسم متتالية لما تيجي تقارنه النهاردة مع واحد زي إيرلينج هالند لسه بيبتدي مشواره في الدوري الانجليزي ومسجل 11 هدف في 7 مطشاط مقارنة ظالمة جدا وبتمثل ضغط كبير جدا على صلاح خصوصا انه دور صلاح مع الفريق اختلف بشكل كبير جدا عن أدواره في المواسم الأخيرة خد بالك انه ترتيب البطولة او ترتيب جدوى لبريمير ليج فيها الزات كتيرة جدا حصلة في معظم الدوريات يعني يبص على البايرن في ألمانيا حتى ايه بيعاني بايرن النهاردة رابع أو خامس الصدارة النهاردة لبروسيا دورتموند في انجلترا كل الكبار بلا استثناء بيعانوا باستثناء الطبيعي السيتي طبعا ده يعني ده في حتة تانية السيتي في حتة تانية السنة دي خالص ومعه الحقيقة اللي مبتدين بداية قوي جدا توتن هام والأرسنر والاثنين كانوا بعاد السنوات اللي فاتت لكن تبص على اليونيتد متأخر تبص على تشالسي متأخر وتبص على ليفر متأخر جدا 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 بالمناسبة معنا اخبار عن صفقات محتملة في منتهى الاهمية ممكن لاي جزء منها هكلم حضراتكم عنها بس اسمحوا لنروح لفاصل ونرجع عليكم مرة تانية في السلسة على بيزنس فطبيعي جدا انه يبقى فيه مكسب وخصار بس انا بشوف في حقيقة فيه تجارب حتى حتى لو ما نجحتش على مستوى المعناوي والأدبي الكلام ده على فكرة انك انت تتحق ألقاب وتفوز ببطولات وتبقى في الرانكينج نمر واحد جوا بلدك وعلى مستوى القارة اللي انت بتمثلها فيبقى فيه مرضود مادي واقتصادي عنيف جدا وهنا لازم اتكلم على تجربة بروسيا دورتمود قبل بتكلم على الصراع اللي هيدور او اللي ابتدى يدور هو لسه مش هيدور هو ابتدى بالفعل يدور بين أنديت اوروبا وفي مقدمتهم ليفر بول وريال مدريد على الموهبة الصعيدة اللي انا قلتلكم من السيزن اللي فات عايز اكلمكم عشان تفهم يعني الطرح او وجهة النظر اللي انا بقولها تخيل كده تخيل كده فريق خط هجومه يعني الخمسة اللي قدام تلاتة واثنين راس حربة هم روبرت ليفندوفسكي وجنبي ايرلينج هالند اوكي جنبهم او وراهم على اليمين فيه لعيب زي عثمان دنبلي وفي الشمال فيه لعيب زي سانشو وفي القلب عندك لعيب زي جندجان ممكن الفريد دي يبقى بيحقق ايه مش على مستوى ألمانيا بقى على مستوى أوروبا على مستوى المنافسات الأوروبية وقبلهم كتير وقبلهم نجوم كتير جدا يعني حدس ولا حرج في الدفاع وفي الهجوم في كل حتة في الملعب بروسيا دورتمون تقدم لكل عندية أوروبا مجموعة من أهم الأسماء والنجوم وهنا لازم تقف مع التجربة مش بس القيمة الاقتصادية للقيمة دي خرجت بكام يعني استفاد كام من وراء بيع ماريو جوتس من وراء بيع هاملس من وراء بيع دمبلي من وراء بيع سانشو وكلهم بلعاوه فين النهاردة فأهم وأكبر أندات أوروبا يوندوسكي بارسا هالند جندجان في السيتي سانشو في مان يونيتد أسوان دمبلي بارشلونا انت بتتكلم على نادي عنده قدرة كبيرة جدا على أنه يكتشف المواهب ويبيحهم بعد كده الأكبر عنده أوروبا والكلام اللي جاي على واحد برضو من نجوم بروسيا دورتموند كلام على جود بيلنج هام اللي قلت لكم الحقيقة أنه مواهبة صاعدة وعيدة زي ما شفت ده بيحصل مع كامافينجا واشتراه الريال زي ما شفت ده بيحصل مع أنتوني واشتراه اليونيتد زي ما شفت ده بيحصل مع سيباستين هالر طبعا اللي انضم لبروسيا دورتموند لكن نتيجة طبعا مرضو غابع عن المشاركة مع بروسيا دورتموند الحرب النهاردة اللي حصلة في أوروبا بالأكتر من نادي حصلة على المواهبة الصعيدة بيلنج هام الحقيقة لعيب عنده 19 سنة لكن الحقيقة لعيب كبير جدا 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 ومن أول واهلة مش محتاج تاخد مش محتاج تعمل فيه دراسة يعني من أول ما تشوف اللاعب وأنا قلت لكم اللاعب الكبير بيبان في الملعب بيبان من ستايل جريته ومن مستوى ثقة بنفسه ومن حساسية رجليه على المرمى من مهرته وحرفنته وقدرته على التمركز في حاجات كتير قوي بتقدر تحكم ما لاش علاقة بالسن ولا بالخبرة بتقدر تحكم عليه شخصية اللاعب ده لعيب كبير ولا لعيب عادي لعيب موظف أو لعيب بيقدي دور مطلوب بينه بشكل كويس جدا في لعيبة كتير موظفين بتعمل أدوار مطلوبة منها جوة ملعب بشكل عالمي لكن تقدر تقول عليه لعيب كبير لعيب فز لأ طبعا بلينجهام مشروع لعيب فز وعشان كده الحرب بدأت عليه بين ليفر بول وبين ريال مادريد ويبدو ويبدو طبعا انه الريال داخل بقوة جدا معهم طبعا عندها تانية زي منشستر يونيتد معهم عندها تانية زي تشلسي كلهم داخلين حطين عليهم على موهبة بروسيا دورتموند الجديدة والكلام داخل بروسيا دورتموند انه الباب مفتوح دورتموند عمره الوحيد الوحيد اللي ما فهمتش ليه ما طلعش بره بروسيا دورتموند مع انه لعيب كبير جدا ويمكن من وجهة نظري هو اهم لعب ألماني في العشر سنين الاخيرة مارك رايس ده الوحيد اللي كان فيه تمسك شديد جدا من ادارة بروسيا دورتموند بانه هم يحافظوا عليه او ما يبيعوهوش رغم انه جاله عروض كتير جدا ومن اكبر انديت اوروبا وتحط فيه فلوس لكن الموهبة الوحيدة تقريبا اللي اتمسكت بيها دارة بروسيا دورتموند في السنوات الاخيرة كان مارك رايس لكن الكلام اتقال دلوقتي ومفتوح الباب من اول 100 مليون يورو اي حد عايز يخلص مع جود بالنجهام 19 سنة تكامع العيب عنده 19 سنة بنكلم في 100 مليون يورو طيب نروح للسيتي والسيتي الحقيقة حطت عينه على واحد من مدافعين بيب جارديولا كورته هجومية اكتر ما بتحسش انه الفريق بيدافع جزء كبير من المباراة عنده مدافعين على اعلى مستوى لكن فيه اهتمام كبير جدا بالتعاقد مع المدافع السلوفاكي الدولي ومدافع ميلان الحالي سكرينيار خلال فترة المركاتو الصيفي المقبل عقد سكرينيار ينتهي مع الانتر في صيف 20-23 والغاية اللحظة والغاية الموسم ده ما فيش اتفاق على التجديد ويبدو انه سكرينيار عنده تطلعات انه هو يتحرك برا ايطاليا وطبعا ما فيش وجهة تبقى افضل فيش حاجة يعني بتهالي النهاردة انك انت تتمرن مع مدرب بحجم جارديولا وتلعب في فريق زي السيتي اعتقد حلم كبير جدا لعدد كبير جدا من اللاعبين في اوروبا طب ده فيما يتعلق بالسيتي نروح انه وعارفين طبعا انه السنة دي نجح البرسا في انه يعقد صفقتين في منتهى الهمية ماركوس الانسو الباك الشمالي الفريق وكريستنسن مدافع الفريق والاثنين جايين من تشلسي ويبدو انه فيه لاعب تالت هيكون على رادار برشلونة في نهاية الموسم الحالي مفترض او منتظر انه يتنقل لبرسا بالمجان طبعا كريستنسن وماركوس الانسو اتنقلوا وشاركوا مع البرسا لكن من الواضح كمان وكان فيه كلام على اسبيليكواتا انه ينتقل لكن طبعا اسبيليكواتا كابتن البلوز او كابتن تشلسي جدد عقده مع الفريق لمدة 20-24 لكن اغلب التقارير بتتكلم او اكتر التقارير بتتكلم على انه اللاعب ده هو جورجينيو باشلونة عينو عشان يدعم بيه خط وسطه في المسم المقبل ومنتظر انه الانتقال ده يكون فريد ترانسفر يعني صفقة مش هتكلف باشلونة حاجة بس تحصل طبعا في المركاتو الصيفي في يونيو 20-23 وينتقل جورجينيو نجم واحد من اهم النجوم الدولية الانجليزية واحد من اهم نجوم تشلسي للبرسا عشان يلعب بصفوف البلاو جرانا في المسم المقبل نرجع بقى ونكلم اكتر على بداية المسم بالنسبة لنا البداية الخاصة بها الوديات البداية الرسمية ومشوارنا في افريقيا بداية المسم المحلي في الدوري او حتى سوبر اللي هيجمع الاهلي بالزمالك مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي هيشرفونا فيه السادسة كابتن دياء عبدالصمت ضفنا بس بعد الفصل طبعا الموضوعات كتير جدا وفيه ملفات هنفتحها مع ضفنا ونجمينا النهاردة كابتن دياء عبدالصمت تخص بداية موسم ومشوار جديد وجهاز فني جديد وصفقات جديدة يخد بيها النادي الاهلي كل منافسات على كل الألقاب والبطولات اسمحونا في البداية نرحب بضفنا ونجمينا النهاردة كابتن دياء عبدالصمت مساء خيري كابتن دياء نور الدنيا وإهلا وسهلا بك وإن شاء الله تكون سعيدة كريم أحمد التدريب المسائي أنا قلت لكم في بداية الحلقة النهاردة بداية معسكر مغلق يوم كامل تمرين صباحي تمرين مسائي والتمرين مسائي يمكن من دقيقة بسيطة جدا لسه ما يبتدي فغالينا نعرف من كريم كل التفاصيل الخاصة بمران النادي الاهلي النهاردة مساء خير كريم مساء الخير عليك للزميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك وتحياتي أيضا كمان لكابتننا الكبير الكابتن دي عبدالصم يعني بداية المعسكر المغلق النهاردة أيام جماهير النادي بتعدها عشان يظهر الفريق في أولى مبارياته قل ودية كل الناس عايز تطمن على الفريق كل الناس عايز تطمن على النجوم كل الناس عايزة تعرف كمان الشغل اللي بيحصل مع مرسيل كولر في نظام اليوم الواحد وبداية المعسكر المغلق النهاردة اليوم مشي ازاي يعني بالتأكيد نقدر نقول بقى بدأت المرحلة المهمة جدا في أعداد فريق النادي الأهلي للموسم هي دي المرحلة المهمة اللي أكدنا عليها وقلنا المرحلة دي هي اللي بتشيل اللعيبة وهي دي اللي بتخليك بطل تركيز الكبير جدا في هذه المرحلة بالتدريبات وبالمحاضرات الفنية والماظرية وكل الأمور دي محتاجة مجود كبير من اللعيبة تركيز أكبر من الجهاز الفني لحقيقة الجهاز الفني رغم ديق الوقت لكن حقيقة عمل شغل كبير جدا في التفاصيل الصغيرة جدا زميلي أحمد بباني الجدية وبباني الروح الكبيرة جدا كل فرد في الجهاز الفني بيقدي دوره على أكمل وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب موفر كل الأمور اللي تساعد على النجاح ينقصنا إن شاء الله بإذن الله التركيز المعهود على العيبة النادي الأهلي الكل بيبزل كل قوة في التدريبات خلاص بدأت المرحلة النهاردة تدريب صباحي كان كله الحياة يمكن رفع الأحمال بشكل كبير جدا صباحا النهاردة يكون التدريب المسائي ممكن يكون في جزء بسيط بالكورة لكن هي أغلبها طبعا كلها تدريبات في الجيم كلها مربعات صغيرة جدا كلها أحمال سبرينتات كلها أمور معتادة طبعا على فريق النادي الأهلي الحالة مطمئنة جدا للعيبة النادي الأهلي للعيبة النادي الأهلي اللي ممكن خدت فترة كبيرة جدا من الراحة وكانوا الحقيقة محتاجينها وبقالهم فترة كبيرة جدا ما اخدوهاش بينا بشكل كبير جدا عليهم بينا في الجارية في الانطلاقة في التعطش الكبير جدا للعودة من جديد للتدريبات وده أمر مهم جدا هيساعد لعيبة النادي الأهلي خلاص انت ما بتبقى المباريات على طول متلحمة وتدريبات متلحمة بيجي لك حالة ملل شوية بلغة الكورة لكن الأمر ده مهم جدا ويعني الفترة دي كانت مهمة يا رب ان شاء الله تفرق مع فريق النادي الأهلي بشكل كبير جدا في كل البطولات خلاص يمكن للتدريب بقدر أقول لك من اللحظات مستر مارس الكولر طبعا المدير الفني اجتمع بالعيبة النادي الأهلي بيأكد في كل مرة على أهمية هذه التدريبات ابزل كل ما عندك في هذه التدريبات لأن هي دي اللي هتساعدك بشكل كبير جدا حالة الانسجام اللي بنشوفها مع برونو سافي ومع شادي مع مصطفى ساعد ميسي كل الأمور دي الحياة تكلمني عليها لأن يمكن قط اللبس مهمة جدا وده الدور الكبير المعروف على لعبة النادي الأهلي أي حد بينجح أما بيكون في قطة لبس جدا وفيه يكون فيه لعيبة كبار تقدر أن هي تدخل على طول اللعيبة لانسجام السريع بعيدا طبعا عن الكورة لكن الأجواء البسيطة جدا اللي نحن بنشوفها في التدريبات في قطة اللبس الهزار اللي بنشوفه برونو مع كهربا يعني أنت عارف يمكن برونو برازيلي كهربا يمكن بعض الأمور طبعا اللي فيها فكاهة وفيها مرح بشكل كبير جدا بيتبين العلاقة الكبيرة شادي حسين ويمكن روحه الكبيرة مشجع درجة ثالثة في النادي الأهلي مصطفى ساعد ميسي اللي منتظرين منه كتير جدا كل كمان الكوكبة والسكوادر الرائعة والمميز جدا اللي معنا عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم كل منتظر زميلي أحمد زي ما انت قلت مباراة يوم الأربع عايزين نشوف اللعيبة عايزين نشوف كل الأمور الخاصة طبعا بمستر مصر الكورن حاجة مطمئنة ويمكن مرحلة مطمئنة جدا بدأت النهاردة بنتمنى ان شاء الله تستمر هذه الجدية الكبيرة جدا مع العيبة النادي الأهلي ويمكن أنا أكدت على نقطة الناس بتقول المعسكر المغلق ينتهي يوم الخميس ده يمكن أمر مغلوط شوية للمعسكر المغلق ممتد حتى يوم الاثنين فترة كبيرة جدا من التدريبات صباحي ومسايا كون طبعا فيها جرعات تدريبية مختلفة ومتنوعة لكن متفقلين بشكل كبير جدا الحقيقة من اللي احنا شايفينه مع فريق النادي الأهلي ثقاتنا كبيرة جدا في كل اللعيبة ويا رب يستمر هذا الأداء والتركيز الكبير سواء من الجهاز الفني أو من العيب النادي الأهلي خلينا أسألك يا كريم خلينا أسألك على يمكن في بعض الأسماء يمكن كنت أتكلم في بداية الحلقة على شريف وأفشة دول يمكن على المدى القصير إنجاز التعبير يعني يكونوا جاهزين وإن شاء الله يخشوا في التدريبات الأهلي الجماعية ويكونوا جاهزين لبداية الموسم بعض الأسماء تالية يمكن تبقى محتاجة بوقت أطول شوية وكان الكلام على عمار وعلى بيرسي تاون نطمن منك لأنه بنشوف اللعيبة موجودة حتى في التمرين لكن عايزين نعرف حالتهم وعودتهم ومشاركتهم ورؤية الجهاز الفني للأسماء دي يعني لو هبدأ معك بشريف وأفشة يعني قدر أقول لك خلاص 48 ساعة للقادمين ممكن يأخذ من أجزاء بسيطة جدا من الكورة يعني شريف بينزل في التسخين أفشة يمكن لسه كمان ما دخلتش جور على التدريبات القوية اللي نقدر نقول أن أفشة خلاص رجع من جديد لكن في 48 ساعة للقادمين هنقدر نشوفهم إن شاء الله في تدريبات المسائية الحمل أنت عارف صباحا بيكون حمل بدني مرتفع شوية أمس يمكن كان نخد أجازة طبعا محمد شريف وأفشة ضمن البرنامج التأهيل الموضوع لكن فرصهم قريبة جدا أن هم إن شاء الله يعودوا من جديد ومش بعيد أن نشوفهم حتى بجزء بسيط جدا من المباراة القادمة أو من ثلاث مباراة القادمين هي رؤية طبعا الجهاز الفني والجهاز الطبي على الجانب الآخر طبعا بيرسي وعمار إن شاء الله بإذن الله زي ما أكدنا وقلنا مشيين بشكل كويس جدا عمار الحقيقة فيها التأهيل بيرسي خلاص في المراحل الأخيرة إن شاء الله يعود من جديد عندنا وقت لسه يعني المرحلة دي مهمة جدا أن أنت ترجع 150% مش 100% لأن مرحلة مهمة جدا لأننا محتاجين كل اللعيبة الفترة اللي جاية خلاص اتحسم الأمر الخاص بالانطلاقة البطولة الأفريقية محتاجة بقى تركيز كبير جدا من الجهاز الفني الهاي لايس وكل الأمور الخاصة بين الاتحاد المستيري قال لتونسي لأنها تكون انطلاقة جوية جدا قوية جدا فريق مميز جدا تبعناها النهاردة فيها المباراة محتاج مجهود وتركيز كبير وتحضير جاية جدا أيضا كمان كالعادة على الجانب الإداري من الكابتن سيد عبد الحفيز يا رب ان شاء الله كون انطلاقة جيدة من الموسم في البطولة الأفريقية وربنا حافظ على عبت النادي الأهلي ويقدروا استفيدوا بشكل كبير جدا جدا من هذه التدريبات القوية واللي فيها جدية كبيرة جدا هتساعدنا الحقيقة زميل احمد بشكل كبير جدا على مدار الموسم بالكامل عندك معلومات علاماتش يوم الأربع مع بيتروجات هل تحددوا معاد معين في عندك تفاصيل تخص أول مواجهات الأهلي الودية يعني حتى هذه اللحظة ممكن لم يتم تحديد الموعد لكن من الوارد ومن الطبيعي انت عارب يكون معادل تدريب خمسة عصرا يعني من المقرب جدا يكون هذا الموعد هو موعد المباراة لكن لم يتم التحديد بشكل رسمي طبعا زي ما احنا عارفين من الكابتن سيد عبد الحفيز لكن هي هكون مباريات مفيدة جدا لفريق النادي الأهلي بعيدا على الاهداف وبعيدا طبعا كل الأمور دي محتاج مارسل كولر يشوف اللعيب على الأرض يشوف الجمل التحركات كل الأمور دي لأن مهمة جدا الحقيقة هذا التحضير مع فرق قوية الحقيقة يعني بترو جيت وأسوان أيضا كمان وخصوصا أنه يوم الأربع الصبح كريم هيكون في تمرين يعني حسب الجدول المحطوط عندنا أنه كمان يوم المباراة صباح المباراة هيكون في تمرين تمرين صباحي للنادي للعيبة وبعد كده مساءا هيكون في مواجهة بترو جيت التي لم يتم تحديد معادة كابتن دي أي أسئلة لكريم؟ كريم كنت أريد أن أسألك سؤال هو ممكن بتعمل لبعض اللعيبة بياخدوا مثلا جزء معين جيم تقوية لبعض اللعيبة ولا هم الفترتين الصباحية والموسائية فقط يعني إذن كان الصبح مثلا بيبقى موجود الشغل البدني وبعد الظهر فني ولا بياخد بعض اللعيبة بيزودوا شوية قوة مثلا ساعة 12 أو الساعة واحدة قبل التمرين مثلا 3-4 ساعات نقطة أهمة جدا الحقيقة كابتن ديون تعرفت أنك حاجة طبعا كنت نجمل تدريبات طبعا كالعادة فهم جدا في هذا الأمر لا أقدر أقول لك صباحا يعني مجموعات مجموعة بتاخد فقرة جيم ثم بعد كده مجموعة بتنزل أرض الملعب مجموعة بتعكس تخش هي لتاخد فترة بسيطة جدا من الجيم بتعكس كمان الأمور دي فيها الخمسة تقدر تقول يمكن فيه عدد بسيط جدا من اللاعبين في هذا التوقيت بياخدوا جرعات بسيطة هو فترة متنوعة وفيها تدريبات متنوعة بشكل كبير مش كل اللاعبين بياخدوا الجرعات التدريبية كاملة أو كل اللاعبة بتخش الجيم لأن انت عارب توزع الأحمال بشكل كبير لأن انت هتبدأ تطلع بالحملة وتنزل بيه مع المبارات الودية فعشان كده بقول لك كابتن ديون زميل أحمد مجهود كبير جدا بيبزل ورحلة مهمة جدا لعيبة النادي الآلي محتاجة تركيز وبذل جهد كبير جدا الجهد دي اللي شايفينها الحقيقة مع أكرم التناغم الكبير جدا اللي بالراهن عليه مع برونو سافيو وأيضا كمان مصطفى وشادي ده اللي مطمئنا بشكل كبير جدا الأمور الحمد لله مطمئنا بشكل كبير لكن بنتمنى ان شاء الله بإذن الله يستمر لعيبة النادي الآلي في تركيزهم الكبير ويا رب إن شاء الله هذا الموسم يكون كله بطلات ويسعد كل طموح جمهور النادي الآلي كالعادة كريم آخر سؤال هسألولك بالنسبة للأحمال يعني توزيات الأحمال دي بكل اللعيبة ملتزمين بيها بنفس الحمل ولا مثل الكرار بيوزع الأحمال حسب الخطوط وحسب مثلا العمار حسب النتيجة الاختبارات والكياسات اللي اتعملت ولا كله بياخد نفس حلم يعني دي انت ممكن تبقى يعني شايفها ولا ما تبقاش واخد بالك منها كريم لا كابتن دي يمكن المعتد والمعروف الحقيقة يمكن اللقطة الأولى اللي يمكن الملف الطبي اللي اتعمل كل العيبة للنادي الأهلي كل اللعب بياخد بعض التدريبات على حسب طبعا التقرير والملف يمكن طبعا تعرف بعض العضلات محتاجة أن تزود الخلفية شوية تزود الأمامية شوية يكون فيه شغل شوية على هذه الأمور فيه لعيبة بتزود شوية وفيه لعيبة بتاخد جرعة تدريبية محدودة بدقائق معدودة الفايل المعمول الحقيقة اللي لعبت للنادي الأهلي أمر مهم جدا وكانت خطوة كبيرة جدا ما كناش عارفين نعملها خلال المراحل الماضية تلاحهم المواسم الكبير اللي شفناه مع فريق النادي الأهلي كنت بتقدر تعمل جزء منه لكن مش بالشكل المعتاد الحقيقة أنا مبسوط يا كريم أنا مبسوط يا كريم ده اللي نقدر عليه لا وكريم دايما الحقيقة يعني جاهز ومتابع واسأله أي سؤاله أنت متطمن لازم تلاقي الإجابة لا أنا مبسوط كده كريم بحيث تريم صراحة يعني أنا شايفها بداية إن شاء الله النجاح وبدأت اللي وفع على خطوة كويسة هنتكلم فيها نتكلم فيها طبعا من وقع خبرتك أنا مبسوط يا كريم ومسوط يا كريم الظهور الأول اللي إحنا كنا هنا مستنين وصحيح الأهلي مش هزهر بفول سكواد لكن مستنين يشوف ميسر مارسل كولر والحقيقة سكواد الأهلي السندي يعني أنا قلت الحقيقة يمكن لأسباب كتيرة جدا الناس كتقلقانة وكت متوترة وشايفة أنه الأهلي في تراجع مستوى لكن قلت أنه سكواد الأهلي واحد من أقوى الفرق اللي بيضم أسماء في كل المراكز على مستوى أفريقيا مش على مستوى مصر وقلت أنه الدعم السندي مش مطلوب يبقى وكانت وجهت نظري المشمطلوب بقى عدد كبير يبقى مطلوب أنه أي اسم يضاف على السكواد يعمل فارق يبقى الكوالية مش موجود على مستوى قارة أفريقيا مش على مستوى أنا دائما بحط مستوى المنافس على مستوى قارة أفريقيا المستوى على مستوى المحلي مش بقى كتير قوي من موضوع المنافس مرة تانية رحب بكابتن دي عبدالصمد قصة اليوم الواحد دي واضح انها يعني مسماعة واكلة مع الناس كتير قوي واعتقد فرصة كمان للرجل عشان يقرب اكتر ويدرس اكتر وفي مرحلة تقييم مازال لسه اعتقد انه ما اكتشفش بشكل كامل طبيعة طبيعة اللعيبة اللي معاه فمحتاج يقعد معهم وقت أطول يقرأ امكانياتهم يعرف هيشتغل معهم ازاي في الفترة اللي جاي اليوم الواحدة وحميد ليه مزايا كتير جدا جدا يمكن عيوبه قولها جدا بس يعني لا تذكر لكن انا شايف انه دي من اهم الحاجات اللي هو افكر فيها عيوبه لو في عيوبها بمنوجة نظر لعيبة بس لكن لان اقوله بس ما فوجد عيوب ان انا امنتزم من الساعة مثلا سبعة ونصف او سبعة ونصف او سبعة ونصف او سبعة واربين دي لغاية ما ينتهي اليوم واروح البيت انا خلاص انا بيت تحت امرت الموديل الفني والنادي ودي اول خطوة من خطوات الاحتراف اللي كنت بأتكلم فيها وبنادي بيها ازاي اللعيب او محترف هو مش محترف في عقد التوكيل بتاعه او الوكيل بتاعه انه عقد محترف فانا شغال محترف خلاص لأ هو ده بقى الصح اللي الموجود اللي المفروض المعظم الاندية تلو انت في نادي محترف وبتلعب اللعيب محترف يبدا تحت امرت النادي من يوم من اول وابتصحى الغاية ما بيقولك شكرا السلام عليكم ساعة 8 ساعة 8 ساعة الليل وخلاص على كده انا مبسوط ان فيه 3 مباريات بتحدد لك انت بتنام امتا وبتصحى امتا بتحدد لك انك بتاكل ايه وتشرب ايه تمسك الموبايل امتا وتسيب الموبايل امتا زي بكل اية العسكرية انت كنت عايش حياة مدنية دخلت كل اية عسكرية بتصحى بدري الساعة كذا عندك طابور كذا عندك دراسة كذا عندك سكاشن كذا بتنام الساعة كذا عندك وقت فريس خلاص خلصت هو بيبدأ يعودك على هنقول مكومات اللعيب المحترف الناجح ودي كانت فعلا انا مش افتهاش من معظم المدربين في الاندية المصرية هو اول ما بيخش بيعمل معسكر وبعدين بيعمل الكياسات بتاعته وبعدين بيبدأ فترة اعداد سوالنا وبعدين يطلع بره وبعدين بيرجع وخلاص على كده لكن لون واحد ده هو بيعرف سلوكيات بيعرف طباع اللعيب بتقعد مع بعضها الخمسة ستة اللي موجودين حاليا او اكتر او اقل بيبدأ ينصهروا ويندمجوا مع اللعيب القديم فهي بتدوب حاجات كثيرة بتقرب بدأنا خلي المعسكر اسبوعين هو خلى شهر وفي نفس الوقت بقت خلاص انا عرفت بقى العشرة اللي بيني وبين احمد دلوقتي احمد بيداق من كذا احمد بيحب كذا احمد بيزعل من كذا احمد ما بيزعلش من كذا فانا شايف ان ده اليوم الواحد دوت حاجة جميلة جدا واتكررت وانا عشتها مع النادي الاهلي برضو هرجعوا لسنة اربعة وطبعين وكان مرضودها ان احنا حصلنا على كاس مصر وكان اللاعبها كلها انصهرت في بوطاقت اللاعب الواحد مصطحة النادي وانا شايف ان ده حاجة كويسة جدا ومفصول جدا ان برضو هو فكر في انه يعمل تلك مباريات قبل التقييم الشامل وابدأ يعني قبل المعترق اللي هنبدأ بقى نبتديه ان شاء الله في بداية الدوري ولا في بداية كاس العالم ولا في بداية المنافسات بتاعتنا فدي حاجة ان انا شايفها كويسة جدا ومفيدة جدا وفي نفس الوقت انت قلت كلمة حلوة يا احمد دلوقتي الزيادة الجديدة اللي تحط على سكواد قولنا جدا انت يجي تبص 4-5 ستاعدة دلوقتي والاستة لعيبة القوام سابت محتاج تغيير في نمطية الشغل وبقولها تغيير في نمطية الشغل والواجبات اللي في كل مركز ودي مهمة جدا من دلوقتي يعني هو لو قرر حتة لك واسقة ونخلالي الثلاث مباريات اللي هيعملهم انا مستبعتش ممكن يدي نصف ساعة أو ساعة أو ساعة أو ساعة مثلا في كل مباراة يدي مثلا مجموعة معينة هو اخد بالك يعني ثلاث ماتشات دول هيبقى في اسماء كتيرة مش موجودة مع الاهل يعني أنا أستعجل ليه دلوقتي أنا الراجل لسه بيقور صواح الخير وصواح النور أنا لسه معرفش أنت تستحمل قد إيه في الملعب نصف ساعة 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 إلى ربع خمسين دقيقة ربع ساعة اللي بيها ممكن تنتجلي اللي أنا عايزه هو مش شرط ننقلبك ساعة يا أحمد اللي ساعة ونصف المباراة كلها والمحصلة النهائية سفر ما أنا ممكن لعيبك ربع ساعة أو تلت ساعة تديني فيهم اللي أنا عايزه وحافظة وأرجع أقول لك برضو المقياس بالنسبة اللي أنا بقوله جده مع منتخب مصر مع الكابتن حسان شحار نظبوط كان بياخد عشر ده أفضل بديل في أم أفرق أفضل بديل في أخير ده تعملت له جايزة مخصوصة أنا مش بقول كده إن أنا بمهد لا إطلاقا لا وده هيحصل هو يشوف وده هيحصل شئنا مقابينا يعني أنت عندك النهاردة وده اللي كنا مبتديين به في الموسم اللي فات أنت النهاردة عندك في كل مركز اتنين وثلاثة على أعلى مستوى وطبيعي جدا يبقى المنافسة بينهم ويبتدوا موسم طبيعي يعني أنت أول مرة سواء بالنسبة للجهاز الفني ابتدى يستلم مهام عمله قبل ما موسم يبتدي حضر خطة لفترة إعداد بشكل معين اللعيبة جاي من راحة طويلة في أسماء كتيرة جدا يبقى اللي قطعك فيها وقولك واخدين راحة يعني في نهاية الدولة كنت أنا معاك برضو وقلنا أن الحاجة الكويسة اللي اتعملت أن الناس دي خادت راحة وأن لجمد بدري 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 لازم تتعامل الريكافرينجي بقى من بدري قوي ويبدأ الاستعداد زي ما تتقول بإيه بشراهة أن أنا أرجع للنادي الأهلي والكيان النادي الأهلي والبطولات النادي الأهلي أن أنا عايز أحقق بطول النادي الأهلي فدي مريحاني أنا شخصيا أنا مستريح نمرة اتنين في بعض اللعيفة أنا كنت الآن نهايتمشي من النادي الأهل وكنتها بقى زعلاء لو مجتم في النادي الأهلي على سبيل المسال حسام حسن خلاص حسن بقى ع olmak Vill well الرهبة او الخطفة الاولى خلاص حسام تخطفها تعلمها عارف أن أنا خلاص ما فيهاش بقى إيه أن أنا أرجع تاني أقول أفكر أو أرجع أعام حساباتي هلعب خلاص خلص حسام بقى خلاص الخطفة الاولى حسامة خطافة خلاص. فهيه أنا متأكد أن حسام بشكل تاني أنا متأكد إن شاء الله. هيظهر طوال صدمون الكتوب. أنا متأكد. أنا متأكد. ليه بقى؟ السكر جادل. ودي كنا بنفتقدها شوية يا أحمد في بعض المباريات في نهاية الدورة السنة الفاتية. تمام. كنا بنفتقد السكر دي بمعنى جد قلت لك أنا عايز أنزل أسبت نفسي مع مدرب ومع اثنين. أنا ما باخدش. باخد لي دقيقة اثنين خمسة ثلاثة. دي قتلاني التلت دا دي أنت عايز تعمل فيها كل حال عايز تستلم وعايز تسلم وعايز تدافع وعايز تعمل أسست وعايز تجيب جول ده في مركز الهجوه ولو قلت لها تفيندر مسلا. ولما بتضيع بتبقى لون. الدنيا تبقى لون. والله يا أحمد مش كده لا ده 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 انت شايفت سواد. طبعا طبعا. ده ده خصوصا إنك أنت بقى واحد من الجمهور يعود يقول كلمة كده الميديا تقول حاجة كده تطلع بره في مكان معين يا كابتن مش عارف إيه يا كابتن مش هتسجل. حاجات دي كلها تأثر نفسية. طبعا. وبالتالي. في الأهلي تأثر نفسية. في الأهلي تأثر نفسية. في الأهلي تأثر نفسية. طبعا. أي مهاجم في أي حتى يضيع. ولا تفرق مع أساسا. ولا حد يقولوا أنت بتعمليه. لكن في الأهلي لا فيه. فيه جيش. طبعا فيه جيش جراء. أنا 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 بقول لك يعني حتى الإضافات. هتكلم في مركز الهجوم. يعني شادي إن شاء الله برضو. خد الخبرات. وانت قلت لي حتى كنت بتخيرني. قلت لك أنا محتاج. لو شادي موجود. أي بقى إضافة. أي. وكنت أقلق أن حسام يمشي. يمشي. الثقة دلوقتي عند حسام. أنا هقول لك لا 200%. 200% إن الأهلي أبقى عليه. فمعنى أن الأهلي يبقى عليك يا حسام أنك أنت اللعب كويس. يعني أنت شايف تسعة ده تكسير عظام. طبعا. شادي مع شريف. مع حسام. شادي مع شريف. وشريف. برضو يا كابتن. هولا حاجة. تعلم أن في بعض الناس أو بعض الأفراد اللي موجودين في مواقع كثيرة. تقول لك ده هو شريف بقى فين دلوقتي ده كان إيه. حسام نزل لعمل إيه في الوطن اللي فاتت. تسجل كم هدف. ده عمل كم هدف. الكلام ده كل كابتن. لما بيوصل لك أنت كلعيب. أنت غصبا عنك. أنت برضو بتفكر فيه. مش ما أقوله مش هتفكر فيه. غصبا عنك لازم تفكر فيه. فمجرد أن الشريف يكون موجود. وحسام موجود. وينضف ليهم شادي. وشادي برضو يعني. هنقول لعيب كويس. ولعيب ليه بصمة مع فرقته. لا. بلغة الكرة. تتذكر بقى هو اللي بقى موجود فينا. هو اللي هيلعب. هتطلع حاجة كويسة جدا. لخط هجوم النادي الأهل. تفكر تجيب لهم رابع. رابع أحسن. وبالذات. خلينا أكمل بس. وبالذات لو أجنبي. هذا كان مطلب بالسنة اللي فاتت. نجوم كتير هنا. كانوا يشرفونه. بيقولوا إنه الأهلي محتاج دايما رأس حرب أجنبي. وجود شادي. يمكن شادي الحقيقة. أنا شخصين براهن عليه السنة دي. ليه سقن. يعني حاسس إنه. السنة دايما. كمان مش بقيسة لموضوع بإمكانات. بس. فيه لعيبة إمكاناتها كويسة قوي. وعندنا أسماء كتير. وما حدش يختلف على إمكاناتها. بس الروح والتيشرت مش أهلي. الحالة مش أهلي. شادي إحنا هنقول باشا. شادي أهلي. شادي كواليتي أهلي. شادي مع حسين مع شريف. يطمنوك في الحتة دي. لكن. هل مع أو ضد وجه الناس. لا. في الحتة دي كمان محتاج رابع أجنبي. ولا كابتن دياء. لا. الأجنبي أستفيد بيه في حتة تانية. لا. ممكن. ليه؟ هقول لي ليه؟ النادي الأهلي فرقة بتكسب. النادي الأهلي فرقة أربع بطولات وخمس بطولات. النادي الأهلي. للأسف. ما بينفعش مع غير المكسب. أي. النادي الأهلي للأسف. لما بتنزل تلعب ويكون في الطب فورمر بتاعته. بتبقى محتار على الأطراف. بيجي اندفيدو الفردي. ولا. لا. عندك مشكلة. ممكن التلاتة لقدر الله إصابة. لقدر الله في إنذار أو اثنين. وانت محتاج اثنين أو ثلاتة كمان. ممكن يلعب معه. فشايف إن المركز ذا محتاج. طبعا. إنه في بعض الملاكز يا جبري أحمد ما ينفعش إلا عن ثلاثة أو أربعة. أخد بالك إن برونو سافيو جوكر. يعني برونو سافيو أنا لما استعرضت مشواره. واستعرضت عدد الأهداف اللي هو مسجلها. والملاكز اللي لعب فيها. بيلعب تسعة. وبيلعب عشرة. وبيلعب على الطرفين. وأغلب أهداف اللي سجلها. وأكثر مسيرة يعني تهدي فيها. سجل فيها أهداف. قد كراس حربة. فمن الواضح أن في التدريبات. إنه الرجل عايز يلعبه وراء. وراء رأس الحرب. التوزيف يا أحمد. لكن أعصد أقول. وممكن تستخدمه في ده لو احتاجته. زي أكرم كده. ممكن تلعبه هاف وممكن تلعبه وباك يمين. كريم فؤاد ممكن يلعب يمين. وممكن يلعب شمال. ممكن يلعب باك. وممكن يلعب جناع. في لعيبة كده تقدر تدي في كذا مركز. عمار حمدي نفس الحكاية. ترجع لدي أمتى يا أحمد بقى. لما أنا قادر أجربه مثلا في مطش بيتروجيت أو في مطش أسوأ. أجربه في طايم طرف شمال أو طرف يمين أو مركز عشرة. وفي طايم تانية أو مبرا تانية. في مركز تسعة جنب سيء. مثلا فلان وفلان. والله يا قد اللان عايزه جميل جدا. وممكن الراجل تبقى طريقة لعبه. لو سمعت المؤتمر بتاع كله. الكلام كله عقلاني. وعجبني جدا جدا. وكلام متزم. وكلام على قد السؤال. وما فيش فتح مسارات لكلام ما ليش لازمة. لا الراجل بتكلم كلام. قال جملة عجبتني جدا جدا جدا. أنا ما همنيش. إن أنا دلوقتي بقى الشكل هيبقى أو المنظومة أو 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 أو. لأ السؤال تسأله. النادي الأهلي بيهم جمهوره. إنه أداء وشكل ونتيجة. في آخر بطولة. الأكسب الأول. وبعد ما أضمن المكسب. ومشي على قد المحتاج في طريق البطولة. الأداء هي. فكرني كده كابتن زاء. مين المدربين اللي جم. ظهرت بصماتهم أول. يعني يمسكوا المسؤولية. سواء وأنت كلاعب أو تبعته أو شفت الشغل وأنت كمدرب. مين جي قدر يعمل النقلم الأول كده على طول. أنا أنا وأنا بلعب يعني في الدرجة الأولى كان كابتن جوهري. يعني كابتن جوهري. لما مسك. كان فيه فيه حتة غريبة أو يا أحمد. السيكولوجية بتاعته النفسية كان غريبة أو مع كابتن جوهري. هو ليس كابتن جوهري. هو اللعيب المصري. يعني اللعيب المصري تعرف تجيبه. والله يا أحمد. ليس من البدني والتكتيك. كيف أدل ما أجيبه من حتة الروح وال. لا 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 لا. يتعامل يا أحمد. بص. أنا 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 أنا. طبعا ما كل كل العملقة اللي اتمرنت معاه. يعني. اتمرنت مع كل. يعني. اللي نقول بقى. سكواد النادل أهل في المدربين كله. أنا اتمرنت معاه. بداية كابتن مصطفى حسين. كابتن زيزول. كابتن هاني مصطفى. كابتن هاني مصطفى. كابتن هاني مصطفى. كابتن مصطفى كان معايف المنتخب. كابتن فاتح مبروك في الدرجة الأولى. كابتن أنور سلامة. كابتن مفتي. كابتن شيخ طارق اسماعيل. لأ أنا 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 مش عايز أقول. في ناس. لكن اتمرنت مع كل الناس. لأ كابتن جوهري فيه حتة غريبة شوية. بيعرف يحطني نق. الزهور بعض اللاعبة في النادي الأهلي اللي احتضان ده الرجل بيبقى عارف أنت محتاج إيه نفسيا وعصبيا وإن شاء الله أقول لك ماديا ودراسيا كل حاجة كان فعلا بيعرف يحتضنك أنا بقول لك الكلام ده يعني أنا حصل معي وجوا ملعب فأنا بقول لك الحتة دي مهمة جدا 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 أنه هو لو قدر يوصل يدوب الفروقات الصغنانة اللي في بداية المعرفة بينه كمدير فني وجهاز وهنا دور كابتن سامي قمصان برضو وكابتن سعد عبد الحفيز وكابتن سعد عبد الحفيز لازم يخلق لأنه خد بالك الرجل برضو عقلية ألمانية شوي يعني هو سويسري بس بنكح ألمانية اشتغل في ألمانيا واشتغل في النمسا ومسك منتخب النمسا ومقدماته بتقول كده أنه الرجل جاي اشتغل بالرورة والألم عملي قياسات بدنية يا كابتن قال كلمة حلوة قال الشعر لابد لأنا فيه دوت اكتسبني خبرة وخلاني أسمع وأعرف الأمور بتداري الموضوع دوت أنا سمعت التقديم بتاعته لا الرجل ما سابش حاجة ما تكلمش فيها ويقول لك كلامه عقلاني جدا لهو تهور ولهو جاي أنا هعمل وهعمل وهعمل لا 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 قال لك أنا عايز أكسب وابدأ أحب لدي الأهل زي ما هو في مصافه زي ما هو معروف عنه أنه هو نادي بطولات وبعدين الأداء حيجي إن شاء الله حيجي حيجي لسهي مني في المقابل الأول المكسب والأداء وبعدين قال لك أنا مش هقدر أحدد طريقة اللعب بتاعتني غير من خلال مجموعة اللعبة اللي موجودة معايا ودي حتة كهيسة جدا برضو يعني في بعض اللعبة يا أحمد دي كده على طول دايلكت يقول لك إيه أنا هلعب 3-5-2 أو هلعب 4-1-4-1 أو هلعب 4-2-4 أو 4-4-2 مثلا أو 5-3-2 4-1-4-1 دي بتاعت الأهل والله كابتن ديو نفسي مش عارف ليه ما بنعمه يعني كل الفرقة الكبيرة اللي بتنفس النهاردة الريال الستي البايرن 4-1-4-1 أحمد اللعبة اللي عنده إذا كان هنا ولا هنا ولا هنا بتشجعه وبتساعده وانت عندك سكوات بيعمل دا كبتن ديو بس هي المشكلة في إيه بقى أنا عندي السكوات داوت لكن الانتسجام اللي بيني وبينك يا أحمد ممكن ببقى لسه مات إيه ما وصلش للطب فممكن دي تعملي حتة صغرونة جدا في ارتداد الكورة في الارتداد حجم مرتد علي لكن أنا بتكلف حتة لو حفظ من دلوقت زي بقولك فيه سيكوليجية لازم هو هيوصلها إن شاء الله يعني بداية توظيف وطلقين معلومات في بعض المراكز عندنا وتبقى تعليمات صارمة يا أحمد وأنا بقولها من دلوقتي من قبل بداية الموسم نمرة واحد السردبكين لازم السيكولوجية الفكرية الاحترافية تتغير وبقولها لك يا أحمد لازم تتغير أنا أتمنى إنه يبدأ يشتغل شغل فردي وخصوصا السردبكين المشكلة يا أحمد عندنا لفترة اللي فاتت وبكل أمانة بكل صراحة بكل الشفافية كانت موجودة في السردبكين نظراً لزروف الإصابات والمنتخب ويعني الأمور اللي كانت مشاعدنا إن السردبكين بيلعبوا مع بعض فترات طويلة دي كتتعمل لنا مشكلة شوية بس أنت عندك كواليتي ما قلتش لا يعني أنت عندك كواليتي أنا بقولش إيه أنا بقولش إنه ما عنديش كواليتي أنا عندي كواليتي لكن من أهم المراكز اللي موجودة في الملعب السردبكين زي حرس المرمى أنا السردبكين دول يا أحمد لما ترجع كده لكل الفرق العالم اللي تتكلم عليها وبتلعب أربعة واحد أربعة واحد السردبكين ما بتغيروش إلا يا إصابة لقدر الله أو إنذارين أوطار بس أحمد تحركي على الرجل زميل اللي جانبي يمكن ناس كتير ما تاخدش بالها مننا بس خد بالك أربعة واحد أربعة واحد يعني زي ما بلعبها جوارديولا مثلا الباكين اليمين والشمال ليهم أدوار كتير دفاعية أكتر منها هجومية لأنه أنت عندك كسافة قدام فاللي بيزيد منهم أو اللي بيزيد منهم بيكمل دايما واحد ففي واحد تاني سابط بيسل إذا كنت أتكلم بيشك في حتة ثانية جامدة جدا فأربعة واحد أربعة واحد أنت عندك الباكين بيعملوا إيه ليهم دور دفاعي جامد جدا اللي أربعة يعني الواحد الديفندر ده الديفندر ده عارف فقد ده بيبقى دوروا إيه مثلا في الأربعة واحد لو فردة من الطرفين طيرين هو بيعمل إيه هو بيسد مكانها ويبقى واحد من الأربعة اللي فوق اللي فوق ينزل مكانه الله ينور عليه هي بتبقى بص يا أحمد هي بتبقى يعني منظومة كده متبطة ببعض بمنتهى الصراحة جوارديولا أنا بشوف بعض المرات ليه وشوفت بعض التدريبات ليه بيشتغل بأطوال طولية مش عرضية يبقى الشغل الطولي زينا كابتن جهر الله أرحمه كان بيشتغل يحط تشكيل مثلا بيحط طولي مثلا على عبدالصادق ومحمد السيد وكابتن مصفى عبده مثلا دي عبدالصامد ومحمود صالح ومدد عبدالغاني مثلا أو حسن حسن مش بالعرض بس بيقى ليه شغل جامد جدا شغل مرحلي دي طبعا بتاعت مستر كولر دي بتاعته هو بقى إذن كان يشتغل عرضي أو يشتغل طولي دي حاجة بتاعته لكن الطريقة يا أحمد أنا واجباتي في أربعة واحد أربعة واحد بتبقى زي خمسة تلاتة اتنين أو تلاتة خمسة اتنين أو أربعة اتنين أربعة هي اللي هي واجبات عشان كده اللي بيقولك لازم لازم عشان الأهلي يرجع زي الأهلي الفترة اللي فاتت واجبات مركزي في الطريقة اللي بلعب بيها أحفظها عن ظهر قلب مشكلة هنا بقى اللي بتفرق من مدير فني للمدير فني داني بلواح يعني ممكن تبقى الطريقة هي هي طب أقولك حاجة الاختيارات هي هي أقولك حاجة لكن توظيف أو فكر المدير الفني يختلف عن واحد تاني في نفس الطريقة ونفس الأسماء اليوم الواحد سهل جدا لو هو استقر استقر على طريقة لعب وشكل طريقة لعب بالمحتوى الفني اللي موجود عنده من اللعبة وهيظهر له اليوم الواحد ده بيعمل كده أجيب مثلا سي خط الظهر لو هلعب أربعة أو هلعب بثلاثة أو أيا كان بالطريقة لما يكون التحرك من ناحية اليمين بشكل معين ومعاك فرود فرود ريخم أو قاعد أو تحركه كتير بيبقى تحرك سردباك شكله ايه والراجل اللي تحته شكله ايه والترحيل من الباك العكسي شكله ايه اديفندر مثلا يبقى شكله موجود إمتى لما بيكون فيه اتنين طلعين لو بلعب اتنين رؤوس حربة يبقى الاتنين السردباكات بيقفوا ازاي وبتحركوا ازاي والعمق اللي بيزادلي بقى زيادة دفاعية من الديفندر من الديفندر واجبه ايه هو يمسك ولا السردباكات هو بيجي بتعلامتي ويقولك ايه لا ألميش دعوة لو عندي فرودين هلأ ممكن ألعب فرودين أنا ممكن أدي أقولك القريب من الفرود يمسكوا والتاني ممكن أعملها مربعات لأ تلوما دخلت في مربع واحد او اتنين او اتنين بتاع فلان اقوله ده مستقبليش دعوة ده بتاعك انت فبعمل التزام من دلوقتي التزام من دلوقتي هو يعمل ايه يلتزم خططيا انه هو في المربع ده وفي الشكل ده لازم يبقى رجل ده بتاعه ممكن حد تاني يقولك لا أنا بفتحها ما فيش شكلة بالنسبالي أنا عايز التزام وعايز مرأبة انك انت والراجل ده قرب منك امسك ويغطي يبدأ يشتغل حتى بالكورة يبدأ يتتحرك بالكورة وهي القورة في ايده يمين وشمال جات يمين اتحرك جات شمال اتحرك انت كنت مدير فن يا كابتن دياء خلينا اسألك بالنسبة للمدير الفن لا 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 عايز اعرف الاولوية بالنسبة له يعني الجمهور يحب اللاعبة الكويرة يعني مدافع الحريفة اه الحريفة يعني يمتعوا كورة الناس اللي بتحب الكورة عايز تمتع كورة أنا مليش دعوة بالصداة بتاع المدير الفنيين ده وتحط الخطة وتحط التكتيك وتختار التشكيل والكلام ده ما يخصنيش أنا عايش شوف الفرقة بتاعتي تقدم لي تابلوت طول التسعين دي أبسط بيهم ويا سلام لو وصلت في نهاية أنا خدت لقب وبطولة تتعشد زي ما بيقول لكن المدير الفني بيبص لعيبة بشكل مختلفة عن الجمهور بالنسبة له عنده سكوات فيه 30 كلهم بالتأكيد لما يكونوا في لعيب زي نادي الأهلي أكيد لعيبة إمكاناتها كويسة فيش خلاف على الإمكانات لكن مين أفضله اللعيب التكتيكي اللي عنده المرونة واللي بيفهم وبيعرف واجبات ينفذ واجبات الدور المطلوبة منه أو ينفذ وجهة نظر وفكر المدير الفني في الملعب ولا لعيب اللي هو إمكاناته عظيمة جدا مدافع عنده قوة عنده سرعة عنده قدرة على الارتقاء بيختار على الأساس إيه بيحدد الأولوية بالنسبة له كمدير فني إيه اللي ليه الأولوية بص يا حمد أنا كمدير فني أنا عن نفسي أنا كادياء أنا بحب اللعيب الحريف الإستلام والتسلم والشكل الشيك اللي بتحرك بي والباص بحب كده مع حتة دشانة وحتة خشونة وحتة أي بقى يعني إيه بدك في الملعب ممكن تلاقي دي موجودة ببعض اللعيبة يعني أنا بحب مثلا قوي قوي الوان تاتش وطو تاتش من دي وان وأنا بلعب وان تاتش وطو تاتش أنا بستمتع يا أحمد كأني قاعد في ملكوت تاني أنت مش هتصدق يعني إيه وان تاتش وطو تاتش دي بتعملي إيه ترجع ترجع لشكل اللعيب جوه جوه الملعب وللطريقة اللي بلعب بيها والفكر المدير الفني يعني مدير الفني يقول لك زي أنت بتقول لك فعلا أنا محتاج لعيب تكتكي وهجب لك نموذك حالا دلوقتي إنني كل الناس بتقول لك يا جماعة هو النني دوت أنا كنت بجا أقول لك يا أحمد أردو على تكره وبقول لك وفي خمصوميت لقاء وأنا كنت بقول لك برضو أكتر لعيب أكتر لعيب تكتكي منفذ لأي مدير فني يستخدمه يلعب زي عمرو السوري أكتر اللعيبة اللي بتنفذ الفكر التكتكي والتنفيذي من المدير الفني في بعض الأمور ولن تخلو من أي فرقة المفروض اللعيب حريف اللعيب عنده زي ما بيقولوا إبداع اللعيب عنده حتة لازم يطلعها خلينا أديك على سبيل المثال قصدي من غير ما تديره حاجة يا أحمد يعني أنا تديره موزيشن بتاعه مثلا وعامل حساب الحتة دي بس اللي حاولي يخدمه على حتة دي ده مش تقليل من حد على حساب حد طبعا هو حد يختلف النواية الجمعة مثلا كان واحد من أهم أساطير الدفاع في النادي الأهلي محمود صالح مهر همام مهر همام هاني رامزي حتى متحة رمضان كانت متحة رمضان الدكتور متحة رمضان لما كان بيلعب صير دي باكة جاكة بس كل واحد من دول ليه ستايل وليه كرة مختلف على التاني الزبط هاني رامزي شكله مختلف تماما عن محمود صالح محمود صالح مختلف تماما عن مهر همام نفس الكلام عن دياء السيد أو عن حشيش أو عن حتى أقول حتى يعني لو قلنا متحة رمضان بيلعب على حسام البدري ما كان بيلعب كتير فاطر فرط سير دبي طيب خليني نروح لفاصل وارجع أكمل هل الأهلي محتاج صفقات وده السؤال اللي سألني في خط الهجوم نرجع للنص والدفاع بس نروح لفاصل ونرجع مع كابتن دياء عبدالسامط في السادسة بعد الفاصل طيب هنكمل مع حضراتكم بس تريك تراج بقى كابتن دياء في السريع كده عشان نحاول إيه نغطي كل الحاجات اللي معانا في صفقات تاني شايف أنه الأهلي محتاجها هو الأهلي أكيد هيعمل صفقات تاني لكن أنا بس أل وجهة نظر كابتن دياء والأجانب توظف أو لو عندك واحد أو اثنين أجانب تحب إيه المراكز اللي تدعمها بمحترف أجنبي أجنبي أتمنى ألاقي باكلفت كويس أتمنى يلاقي باكلفت كويس أو سرد باكلفت كويس أو سرد باكلفت كويس يسدي لي مكان معلول ومكان مثلا أهم إسمين في مصر شفتهم في السيزن اللي فات في الحتتين دول للأسف هو كان يعني أكرم بس يتصاب مش يتبقى في باكلفت لا أتكلم في عمومن في خدر لا أتكلم في باكلفت وصير باكلفت لا عبد الماني كان كويس لا برا الأهلي يعني لو أنت هتروح للمركزين دول من جوة مصر مش هتغامر فيهم بمحترف أجنبي في أسماء اللي فاتت نظرك يعني بص بأمانة أحمد أنا مش متذكر يعني بش حد لفت نظر بأمانة بأمانة يعني عادي زي لموجودة الأهلي طيب عايز أكلمك على قدرات المدير الفني على التطوير الفردي لمستوى اللاعب يعني لو هيشتغل بشكل فردي مع لعب بعينه إزاي يقدر أو ممكن يروح لغاية فين في فكرة تطوير المستوى إيه النقلة النوعية اللي ممكن يعملها وأسمع رأيك في ده بس خلينا نستعرض قبل ما ترتب إجابتك نستعرض جزء من رسائل جماهير النادي الأهلي لفريقهم والنجومهم قبل بداية الموسم أسمع علي حسن لو لديك تعليق كابتن ضياء أتمنى من كل عيبة يقدر التيشرت اللي هو لابسه ويكون على قدر مسؤولية الأهلي ويستوعى الدرس الموسم اللي فات وأعتقد إحنا كجمهور هنفضل وراهم وفضرهم عشر على عشر على عشر يعني ندي درجات أهلوية كل الدعم وقتله من البداية للنهاية مستنين كل البطولات إن شاء الله درسامير حزائي عشاء الله حمدي عبادي ربنا نعفقهم جميعا إن شاء الله يبدأ عنهم شار الإصابات يا رب لسه كنت بقول لكابتن ضياء قبل الهواء الواحد بقى عنده هسهس من أي تجمع دولي أو أي مباريات ودية أنه لقدر الله يحصل الإصابة إن شاء الله تتضبط الموسم اللي فاتت عارف المثال اللي بيقول لك اللي ثلاثة عمانية الشربة بالضبط كده الدعم المجلس إدارة بقناة الأسورة بيبو اللعيبة الرجالة الدعم هو رهان الجمهور الحقيقي السندي معروف السيد أنتم أفضل لعبين في مصر وأفريقيا تمام نروح للبعده محمد كريم كل الدعم لأبطالنا إحنا جمهورك وأهلك ودايما في ظهرك حلوة عظيم أبو زيد المصري خليكم رجالة وخلوا عندكم روح النسر الأهلاوي مش عايزين أي لعيب يلعب بالشكرة وسكينة وخلي بالكم نسر أهلاوي والفخر اللي لا يوجد شكرة وسكينة السندي يا أبو زيد المنافسة اللي جوا الفريق نفسه يعني بعيدة عن الأهلي ينفس بكل أرقب المنافسة اللي جوا كل مركز في الأهلي كنت أعلق على كلمة شكرة وسكينة شكرة وسكينة دي يعني أعرف يا أحمد لعيف بيستلم كرة وعلى مزاجه أهم حاجة أنه يرضي نفسه واخد بالك ودى ما شفتناهش كتير في النادي الأهلي لفترة اللي فاتت هي بس سكت المشكلة مشكلة زي ما قلت يعني تلاحهم مواسم وراء بعضها إصابات كتيرة ما فيش انصهار كويس بيلعبوا من بعضها هذا المشكلة لكن شكوس كده بقى منا أنا ما شفت شكوس كده في النادي الأهلي السندي طيب أنا عندي سكوت في 30 لعيب وال30 لعيب في النادي الأهلي يعني 30 لعيب والتي محترمة جديد صح؟ والنهاردة أي أهلاوي لو قلت له تعالى نحطت يعني رجبت عشرة أهلاوية قلت لكل واحد منه حطت لي تشكيل الأهلي الأساسي اللي تحلى منه يبقى موجود هتأتي 30 موجودين في الاسكوات صح؟ أو على الأقل 25 موجودين في الاسكوات ففي حيرة يعني في النهاية أنا كمقدرتي كمدير فني لو أنا عايز أشتغل بقى على فكرة ودي واحدة من الحاجات اللي بتميز كلها كنت تضيع على السؤال ده يا أحمد أنا مفسوط منه قوي أنا مفسوط منه جدا حدودي فين؟ وأقدر أطور من كام لعيب وأشتغل معهم إزاي؟ وأطورهم إزاي؟ وأنا مسؤول عن فريق بحجم نادي أهلي مكتوب مني مكسب وبطولة في كل مبالاة إحنا قلنا في الأول لما اختار طريقة اللعب لما اختار طريقة اللعب حسب الرجل رؤيته من اللعبة ديت سأختار طريقة اللعب وأبدأ أشتغل عليها عشان أشتغل على طريقة يا أحمد يبقى لازم الطريقة دي لها واجبات الديفندر بيختلف دوره من 4-2-4 إلى 4-1 4-1 إلى 4-3-3 إلى 4-4-2 خلاص كده يبقى لو اشتغل على الحتة دي وزي يقولك اليوم الواحد أبدأ بقى الشغل الفردي أنا بجيب بورد وأجيب معظم الناس اللي بتلعب في المركز دوت وأقول لهم دورك لما كرة تبقى في الحتة الفلانية وفلان بيهاجم أو بندافع أو كل احتمال أبدأ أقولها وأبدأ على البورد أشغلها وفي الملعب أحفظه بص يا حسن تكرار عايز الله ينور عليكم التحفيز عايز تنجح هو يا أحمد معلش أنت عايز تنجح كلاعيب أو عايز تنجح كمدرب كفر أو ككيم وكمدرب أنت لازم تأخذ أبص إن لما تديني كل الصلاحيات وتديني كل الإمكانيات وتديني كل اللي أنا عايزه ده أنت تحسبني بالثانية بالفهمته ثانية وأخذ بالك عايز تنجح التحفيز والتكرار هي الستي مع جوار ديولا بينجحوا كده أحمد بيجيبوا كده خلاص لتقسمتين وكورتين وخلاص مع السلامة أنا شفت لسه ما فيش من أقل من 24 ساعة تكرار في جملة معينة شفت بين الشوطين في مباراة أستن فيلا اللي كانوا بيلعبوا فيها آخر مطش في الدوري اللي كان مغلوب فيها في الشوط الأولاني ولو خسر المباراة دي وتعادل الدوري يروح لليفر بول شفت الكلام اللي تقال من جوار ديولا بين الشوطين لللعيبة ونزلوا الشوط الثاني كوتينيو جاب فيهم الجونة الثانية فمغلوبين في الشوط الثانية تنصف وهم عايزيني يكسابه عشان يعدون البود شفت الرجل اللي تتكلم معه شفت حالة يعني لا ده شغل كتير قوي لا لا سيبك من التلاتين واربعين واحد اللي تشغلين معنا في الجهاز الفني بالتقييم والإحصائيات اللي تتعامل لكل اللعيب والناس اللي فوقه بتقول ده إيه وده إيه وده إسلكم كل دهوت التحفيز والتكرار علشان تلاقي جملة ثابتة فاول بيتعامل أو كورنر بيتعامل انت بتقول إيه دول متمرنين عليه وبداية الهجمة من تحت لما طلع من تحت الهات الموسط مش متمرنين عليها ما تسيب اللعيب المصري للأسد يا حمد ما تسيبلوش في بعض الأوقات المساحة اللي يفكر فيها طيب تطويل المراكز مهمة يا حمد جاي في حتة تانية مهمة بالنسبة للمراكز لا عايزة تقولي إيه حدود المدرب إنه يشتغل على اللعيب بشكل فردي وإيه النقلة النوعية وإنت أكيد شفت وإنت لعيب وإنت مدرب شفت أكيد حالات تتنقل النقلة النوعية إن أنا أحفظ اللعيب في كل مراحل المباراة في كل مراحل المباراة وقفته ودوره بمعنى أخذ من المباراة أعرف يا أحمد في محللين أداء بيأخذوا المباراة كلها يعودوا يعملوا إيه يحللوها جزء الجزء أول خمس دقايق أول ربع ساعة أول نص ساعة أول طايم أول خمس دقايق في مباراة أخر خمس دقايق في الطايم أول خمس دقايق بعد ما جبتوا جول أو بعد داخل في الجول وأبدأ أحلل وأقطع أنت بص تعال أنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا مش المفروض كنت تعمل كده على كل مركز على كل مركز والاحتراف يعني احتراف في كل وقت وهي في كل مباراة وأصحح الأخطاء أحسن مدرب في العالم هو المباراة أحسن مدرب في العالم اللي بيأخذ الأخطاء بتاعته ويبدأ يشتغل عليها ويحط عليها التمرينات ويقول للناس كلها أنا بشتغل بالشكل دو لكن أخذ أشوف التمرينا من أحمد أتفرج عليها تعجبني أقوم عاملها وأنا معرفش اللي ورد التمرينات دي فيها إيه صحيح هي دي المشكلة هاجل لكورة مش بتكلم على النتائج ولا بتكلم على كورة في أربع خمس فرق في العالم بتلعب كورة حلوة كورة ممتعة يعني مقول السيتي كورة هجومية ريال مادريد باي ميونيخ باريسا باريسا انجورماء ليفر بول بس مش السنادي يعني ليفر بول لغاية السنة اللي فاتت كان الحقيقة فريق والفرق دي دايما لما بتيجي تتواجه ايه فرق تانية بتواجه بتكتلات دفعية زي ما الاهلي بيحصل معنا هنا احنا تقريبا تسعين في المئة متشاط اللي بنلعبها جوه وبرا بيبقى في تكتلات دفعية قدام النادي الاهلي هنا السؤال انا بلاحظ في فرق دي ان الخطوط الخطوط التلاتة قريبين قوي من بعض وفي كتير من المتشاط بشوف فيها واحد وعشرين لعيب في نص الملعب التاني يعني حتى السردباكين موجودين في نص ملعب الفريق اللي بي نفسك جزء كبير جدا من معاناتنا السنة اللي فاتت كان ان المساحات بين الخطوط واسعة شوية هل يناسب الاهلي هل يناسب الاهلي او انه يبقى التوجه عشان الكورة تتبقى احلى وتتطور والشكل الهجومي يظهر وحل مشكلة التكتلات الدفعية اللي بنواجهها انه خطوطنا تقرب قوي من بعض ولا دي تبقى مشكلة بالنسبة للعيب المصري او المدرب مع فريق مصر لازم خطوط تقرب من بعض بداية التسجيل لازم اقرب خطوط من بعضها انا في بداية كلام قلت لك ممكن رابع يجي للناد الاهلي قلت لك ايه قلت لك انت الناد الاهلي للأسف وقررت كلمة الاسف دي ايه اللي بيحصل بتاعمل انت كانت ترد دفعية بلعب خمسة يقولك انا اخطف واحدة عنده لعب سريع ويجيب لعب سريع عشان يخطف واحدة مرتدة وينام عليها فعشان كده انا بقولك انا كنت محتاج ممكن الرابع دوت لواحد مهار يا احمد واحد يلعب بدماجه كواس جدا واحد عنده اللي ينزل يسقط ويشتغل واحد يتحرك على دينه على الشمال وعلى فكرة سبحان الله اقول مواصفات اللاعبة دي موجودة عندنا تقارب الخطوط ده يا تطلب ايه في القمشة اللي معي يا كابتان ديار؟ يا كابتان ديار لازم بدري كواس جدا 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 التحام وكوة جمدة جدا مهارة موجودة في نفس الوقت في نفس الوقت انت بحتاج حاجة ايه هي ان ملعبش على شكل معين اللي هو انا عايز اختارك من العمق مقفولة يبقى عندي طرفين قبل اشتغل معها عندي حلول الحلول دي مين بديها يا احمد؟ المدين الفني في التكرار في التكرار والتحفيز نوصلنا للحتة دي هتلاقي النادي الاهلي السنة الجاية ان شاء الله بإذن الله اداء ونتائج وبطرق ان شاء الله بإذن الله تبقى حاجة مفرحة وبداية مباشرة لنجومنا وجهازنا الفني وبالتأكيد طبعا جمهين النادي الاهلي العظيمة والوافية واللي بإذن الله تقوم بدور كبير جدا في بداية الموسم بشكرك شكرا جزيلا وتبعجل بسرعة كابتان ديار بسعد بيك دايما مع السادسة انت تنفع يا احمد مدين الفني ان شاء الله عليك نورتنا كابتان ديار بحاجة مع المتابعة بكرا ان شاء الله نتقابل السادسة تحياتي لكم شكرا